حين يقود الإعلام بفضائياته وآلاته رجال يحملون هم الأمة وصلاحها ورقيها واعتدالها فإن ما يعرض في هذه الفضائيات سيكون منسجما متوافقا مع ذلك الهم فلا يشاهد الناس إلا البرنامج الهادف والفكرة الرائدة والصورة الجميلة التي تعبر عن الأمة الناضجة وحين يتمكن البسطاء وتجار المال من الإعلام فلا تسأل حينئذ كيف سيتحول شهر رمضان من شهر عبادة إلى شهر مسلسلات هابطة وصور عارية وإظهار لكل صور الاعتداء على حرمات الناس وشتان بين عقل الإصلاح وعقل الإفساد